اشتركوا في القناة الجزائر تعتبر امر المحكمة بداية نهاية حقبة لفلات من العقاب جوترياش يشدد على ان القرار ملزم ويؤكد احالته على مجلس الامن القوى الفلسطينية ترحب والاتحاد الأوروبية ضعوا الى تنفيذ كامل وفعال لاوامر محكمة العدل الدولية ستة واربعون شهيدا في خمس مجازر الصيونية خلال اربع وعشرين ساعة عشرات الشهداء والجرحة في قصف للكين على مناطق شمال القطاع ومدينة غزة والاحتلال الصيوني يطلق احسمة نارية على جبال يوابير الملحة منظمة الصحة العالمية تحذر مكارثة طبية خطيرة جراء التوقف الكلي للمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تكشف ان اكثر من عشرين الف جريح ينتظرون فتح معبر رفح وتؤكد ان الاحتلال ابدا نحو خمسمائة فرد من الكوادر الصحية الجزائر تحذر من تداعيات عميقة للعضوان الصيوني على الشعب الفلسطيني تدعو الى دراسة اليات عملية لمتابعة الكيان على جلائمه وتشدد على ان الاولاء لعودة الحضور القوي والفاعل دوليا للامة العربية روسيا تؤكد السيطرات على قرية جديدة في منطقة دونيتسك اوكرانيا تعلن ايقاف الهجوم الروسي على منطقة خاركيب واشنطن تكشف عن حزمة مساعدات جديدة لكياب بقيمة 275 مليون دولار روسيا تتوعد باستخدام ارادات اصول الدول الغربية على اراضيها ومجموعة السبع تتفق مبدئيا حول استخدام اصول روسية لدعم اوكرانيا اهلا بكم مشاهدين الكرام الى التفاصيل والبداية باخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفصل اشتركوا في القناة في المستهل وصل الاحتلال الصيوني قصفه المكثف على مناطق في مدينة رفخ السبت غدا تأبر محكمة العدل الدولية للاحتلال بتعليق عدوانه فورا على المدينة وذكرت وسائل اعلام محلية وقوع غارات صيونية على المدينة ما اسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بتزامن مع تفاقم الوضع الانساني في المنطقة الواقعة جنوبية قطع غزة للمرة الالف يؤكد الكيان الصيوني تجاهله القوانين والتشريعات الاممية بما في ذلك قرارته محكمة العدل الدولية التي ألزمته بوقف عدوانه على مدينة رفخ بشكل فوري فرد عليها باقتراف المزيد من المجازر ساعات بعد قرار العدل الدولية صعد الاحتلال من عدوانه على رفح بقصف أحيائها ومخيماتها بأطنان من السواريخ وبشكل هستيري مخلفا سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين بينما تأمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح تكثف إسرائيل هجماتها عليها الأخبار التي أتلقها من الأشخاص المحاصرين فيها مرعبة إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نوقفه نحن يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات وحضر الأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل حتى تتوقف عن هجومها في الأثناء تتدور الأوضاع الإنسانية في آخر المستشفية العاملة في مدينة رفح فقد بات شبه عاجز عن استقبال العدد المهول من ضحايا العدوان الصهيوني نطالب منظمة الصحة العالمية بسرعة توفير الوقود اللازم لمستشفى الكويت التخصصي لضمان بقائه في الخدمة حيث يعد المستشفى الواحد وسط محافظة رفح الذي يستقبل المرضى والجرحى والشهداء في ذل استمرار العدوان الإسرائيلي على المحافظة في ذل تعنت الكيان تشتد المجاعة في محافظة رفح بفعل رفض الاحتلال السماح بدخول قواف لشاحنات المساعدات الإنسانية المتكدسة أمام المعبر الحدودي مع مصر أمر محكمة العدل الدولية يبرز خطورة الوضع الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة قرار المحكمة يتيح الفرصة لتوفير الإغاثة لكن لن يحصل ذلك إلا إذا استخدمت الحكومات نفوذها للضغط على إسرائيل حتى تطبق إجراءات المحكمة على وجه السرعة دوس الكيان على قرارات أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة واتهام قضاتها بمعادات سامية يفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم الذي تأكد أن قادة جنة الديمقراطية المزعومة في الشرق الأوسط مجرد قتله وخارجين عن قانون عربة الجزائر السبت عن ارتياحها بشأن اصدار محكمة العدل الدولية أمرا ينزم الاحتلال الصيوني الاستطاني بوقف فوري لعدوانها على مدينة رفح الفلسطينية الخارجية الجزائرية وفي بيان لها أكدت أن أمر الهيئة القضائية الدولية يأتي في عقاب قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية في حق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان على قطاع غزة الخارجية الجزائرية اعتبرت أن هذه التطورات تتلاقى جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكير بالشعب الفلسطيني عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادب في هذا الصدد دعت الخارجية الجزائرية مجلس الأمن الأممي لتجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال إفاء الصيغة التنفيذية عليه بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان قطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص في السياق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتراشن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر الاحتلال الصيغني بوقف عدوانه فورا على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة ملزم وذكر المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاراك في المؤتمر الصحفي اليومي أن جوتراشن سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة على مجلس الأمن الدولية إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وفق لمثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الأمين العام يثق في أن الأطراف سيمثثلون على النحو الواجب لأمرها جوتراشن سيقوم على الفور بإحالة الإختار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن من جهة سيادعات المقررات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا البناز السبت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الاحتلال الصيغني وطلبت البناز بتدوينة على منصة X بتعليق العلاقة الدبلوماسية مع الكيان الصيغني حتى ينصع لقرار محكمة العدل الدولية إسرائيل كثفت هجماتها على مدينة رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها في المدينة الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه يجب على دول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحضر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والديبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها هذا ورحبت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية بالقرار الصادر على محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الصيني الذي تتعرض له مدينة رفح جنوبية قطع غزة طلبت القوى الفلسطينية المعنية في تصريح سحفي نشر السبت عبر الموقع الرسمي لحركات حماس كافة الأطراف بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وشددت على ضرورة إعادة فتح معبر رفح البري وكافة ينحاء القطع ترحب القوى الوطنية والإسلامية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري وتشدد القوى الوطنية والإسلامية على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النزي بشكل كامل تحذر القوى الوطنية والإسلامية من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال وتطالب كافة الأطراف بالعمل الجادي والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفل لاحتلال من مسؤوليته تحت ذرائع مختلفة تحاد الأوروبي السبت لتنفيذ كامل وفعال لأوامر محكمة العدل الدولية واعتبر ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تدوينة عبر منصة إكس أن أوامر المحكمة بشأن وقف العدوان على رفح مغزمة لجميع الأطراف في أمل النازحون الفلسطينيون تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الصيونية على قطع غزة المستمر لأكثر من 230 يوما في ظل تفاقم الوضع الإنساني وتسع دائرة المجاعة التي تطال نحو 700 ألف فلسطينيين في القطع المحاصر يشكو ذيقا فيبكي يحتمي بأخيه الأكبر من الحر والدخال وطفلة باتت تراب لعبة لها وآخرون يجدون في عربات المارة تسلية أطفال قاسمهم المشترك جميعا قسوة ظروف أجبر عليها بسبب احتلال سرق منهم الطمأنينة والراحة لقرابة ثمانية أشهر شهور من عدوان متواصل على غزة قضوها رفقة أهاليهم مردحة لنا من مخيم لآخر إحنا عنا بتصير مجازر إحنا بتصير عنا إيبقى إيش أقول لك فيه ناس المحط عن الملف المدني حرام هذا اللي بيصير فينا حرام بكفة إحنا قمر مطنع تعبنا من النزوح من غزة من شرق غزة للرمال من رمال للنصراط من صراط للشق الدير من الدير من رجعنا على الزوائدة ومن اللي راح على رفاح هادم عنا الشعب الفلسطيني بشكل عام في هذه المدرسة الابتدائية غرب مدينة غزة وضع النازحين ليس أحسن حالا من قاطن المخيمات فقد أجبر على العودة للعيش هنا رغم أنها تعد ضمن المناطق المستهدفة في الغارات الصهيونية أقسم بالله العظيم من الساعة 9 الصبح ونحن مكفين على الدور بتجينا ساعة في اليوم ساعة لها تقريبا خمس تلاف شخص في مركز الإواع الحمامات ساعتين بتقف على الدور عشان تجيب مي وبدك ساعتين على الدور على الحمام الحمام باب ملوش كهرباء فيش ضائمة ما فيش المجاري تخذيش الكلمة انت شامي من ريحة أصلا النفايات زي ما انت شايف على الباب رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة لا تزال أمل الفلسطينيين قائمة بأن تحمل التحركات الدولية قرارات حازمة تدفع الكيان الصهيوني إلى وقف عضوانه على القطاع الشعب الفلسطيني هنا في غزة أطفال ورجال ونساء فقدنا كل شيء هنا في غزة تم تدميره بالكامل لذا فإن القرار ما يحتاجه الفلسطينيون هو وقف الحرب على الفور لسنا بحاجة إلى إعلان نحن بحاجة إلى طلب يبذل سكان قطاع غزة ما بوسعهم لمجابهة تبعات الحصار والقصف من جهة ونقص الإمدادات الغذائية من جهة أخرى أزمة تنذر بكريثة إنسانية محتملة نهايتها الموت جوعا لا محالة تشهد ستة وأربعون فلسطينيا على الأقل وصيب باعة وثلاثون في خمس مجازر نفذتها قوات الاحتلال السيوني خلال أربعين وعشرين ساعة عبر مختلف أنحاء قطاع غزة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سبت عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى خمسة وثلاثين ألفا وتسعي مائة وثلاثة شهداء والإصابات إلى ثمانين ألفا وأربع مائة وعشرين جريحا منذ بدء العدوان السيوني الذي دخل يومه الثاني والثلاثين بعد المائتين الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن هذه الأرقام غير نهائية وتخص الحالات التي وصلت إلى المستشفيات في غزة في حين لا يزال عشرات الألف من الضحايا في عداد المفقودين والعالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات يتعذر على تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم تشهد عشرون فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون السبت جراء قصف طائرات الاحتلال المتواصل شمال مدينة غزة وفدت مصادر طبية باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة في قصف الاحتلال بنزلا بجانب مراكز الواء في بيت حنون وأضفت المصادر ذاتها أن عشرة فلسطينيين استشهدوا وأصيب سبعة عشر آخرون في قصف طائرات الاحتلال مدرسة نزلة بمنطقة الصفطاوي هذا واستشهد أربعة فلسطينيين وصيب آخرون فجر السبت في قصف لقوات الاحتلال الصيوني استهدف شقة سكنية في برج نوري شبال مخيم صراط وسط قطع غزة وأعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكنه من السيطرة على حريق نتيجة استهداف الشقة التي تعود لعائلة جودة بالمحافظة الوسطى وانتشال شهداء ومصابين ونقلهم لتلقي العلاج وفي مدينة غزة أصيب عدد من الفلسطينيين في غارات صيونية على منزل في شارع النفق الجديد شمالا ومنزل آخر في حي الصبر جنوبية مدينة غزة بتزامن مع قصف مدفعي عني في محيط محطة توليد الكهرباء كثف الاحتلال الصيوني من قصفه على مناطق وسط قطع غزة في تحدي صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالبه بوقف عدوانه وضرورة إدخال المساعدات وفدت فكالة الانباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منطقة وادي غزة واصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين وتل الهوى والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار من آليات الاحتلال الصيوني وفي جباليا شبال القطاع شن الاحتلال سلسلة غارات في العديد من المناطق فيما أطلق طيران الاحتلال الحربي نيرانه شرق مدينة دير البلح أفدت وكالة الانباء الفلسطينية أن القصف المدفعي الصيوني طال المناطق الحدودية الشرقية بين مدينة دير البلح وخاني وونس ورفح جنوبية قطاع غزة حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من كارثة طبية وصفتها بالخطيرة جراء التوقف الكولي لمستشفيات في القطاع نتيجة نفذ الوقود اللازم لتشغيل موالدات الكهرباء في وضون الساعة المقبلة إلى ذلك يصر الفلسطينيون على تشغيل ما تبقى من المنشآت الصحية رغم عدم الإمكانات في شمال وجنوب القطاع المحاصرة أعتقد أننا جميعا نعلم أنه لا يوجد مكان آمن في غزة سواء كنت فلسطينيا أو أجنبيا ثلثة مستشفيات غزة البالغ عددها 36 أصبحت خارج الخدمة والثلث الباقي منها مهدد بالتوقف إما جزئيا كمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بفعل القصف ونقص الوقود وشح الأدوية والمستلزمات الطبية أو توقفها بشكل كلي كما حدث مع مستشفى كمال عدوان إضافة إلى حال مستشفى العودة الذي يستمر الاحتلال في حصاره منذ أسبوع نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يتوقف هذا الجحيم ونتمكن من البدء في التحرك إلى الأمام لكن لا يمكننا الاستمرار إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار لأنه يبدو بعيدا جدا بعيد وطويل جدا غير أنه بعد شهور من الإغلاق الكامل لمجمع ناصر الطبي يعود المرفق الصحي الوحيد في خان يونس إلى الخدمة ببطء بعد الضمار الذي لحق به منتصف فيفري الفارط المجمع الذي لم يلفظ بعد كل الجثث التي ترقد في مقابر جماعية في باحاته يستقبل مرضى قادمين من مستشفيات رفح التي تئن تحت القصف والاشتياح ولم تعد قادر على استقبال المزيد من الشهداء والجرح نحن نحاول التخفيف قدر المستطاع من المخاطر لا يوجد مكان تكون فيه متأكدا بنسبة مائة بالمئة أنك ستكون آمنا هنا في غزة لكن وجودنا هنا يجلب بعض الأمل إن شاء الله كل شيء سيكون على ما يرام يونس الآن فيها ما يقض من 800 ألف مواطن مستشفى وحيدة التي تخدمها مستشفى ناصر بدأت تعود جزئيا في بعض الأقسام بعد تدمير شبه كامل للمعدات الطبية تدمير شبه كامل للبنية التحدية في المستشفيات الآن عادت الخدمات بشكل ضعيف جدا ومع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى القطاع وإغلاق المعابر يواصل الاحتلال الصهيوني جرائمه أو مجازره في حق الفلسطينيين ويتماد في التدمير الممنهج للمنشآت الصحية واستهداف التواقم الطبية ممعنا في حرب الإبادة والتجويع كشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة سبتا أكثر من عشرين ألف جريح ومريض في القطاع يعانون وسط ظروف غير إنسانية مع استمرار الاحتلال إغلاق معبر رفاح أشرف القدرة نشد في تصريح صحفي ما سمه العالم الحر لإنقاذ ضحايا من الموت المحتم بظل انهيار المنظومة الصحية بالقطاع بفعل الاستهداف الصهيوني المتعمد للمستشفيات أكثر من عشرين ألف جريح ومريض بالسرطان والقلب وأمراض الدم ينتظرون فتح المعبر في ظروف لا إنسانية بسبب الاحتلال والحصار وحرب الإبادة المفروضة على المدنيين في غزة نناشد العالم الحر إنقاذ هؤلاء الضحايا من المضاعفات والموت في ظل غياب معظم المؤسسات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة حيث تم إخراجها عن الخدمة بشكل متعمد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة كدان نحو خمسمائة فرد من الكوادر الصحية أبادتهم قوات الاحتلال وهو ما يعد جريمة حرب وانتهاكا لحقوق المرضى الاحتلال قتل ما يزيد عن 493 من الكوادر الصحية وأصحاب الاختصاص الطبي واعتقل 310 آخرين على الأقل ما يعد جريمة حرب وانتهاكا سافرا لحقوق المرضى والجرح الصحية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني أيدانيا استهدفت المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال وألياته جنوب مدينة رفح ضمن معركة طفان الأقصى وبث الأعلام العسكري لكتاب القسام ذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهدة فيديو عبر قناته الرسمية في تيليجرام تظهر استهداف مقاتليها دبابة ميركافة وجرفة عسكرية من نوع دي تسعة بقذائف الدروع مع دكي قوات العدو بقذائف الحون في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح هذا وأعلنت المقاومة الفلسطينية السبت عن قصف مستوطنة استيروت في الأراضي المحتلة برشقات صاروخية وبث الأعلام الحربي لسرايا القدس الشنح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهدة من عملية القصف وذلك امطلاقا من محور تقدمها شمال قطع غزة وأوضحت سرايا القدس العملية تأتي ردا على جرائم الكائن السبتيني في حق الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر شنت قوات الاحتلال الصيوري فجر السبت حملت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين أثناء اقتحابها لطول كرم شمال غرب الضفة الغربية وانقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات اعتقال بعد مدهمة عدد من المنازل في ضحية الشويكة شمالية طول كرم وبلدة رمين شرقها اعتقلت قوات الاحتلال الصيوري السبت 15 فلسطينيا على الاقل من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحرارين ونادي لاسير في بيان المشترك بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رامالة وابت لحم وجنين ونبلس وقلقية والخليلة ونفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات في حق المعتقلين وعائلاتهم وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين انطلقت تشغال اجتباع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر السبت برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم أبوغالي ويأتي الاجتماع شيئة انطلاق الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر البرلمان العربي الذي سيناقش على مدار يوبي مستجدات الوضع الراهن للأمة العربية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا سيما في قطع غزة من حرب إبادة جماعية مدر سابع اكتوبر الماضي حذر رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي من تداعيات عميقة على المنطقة العربية جراء تطورات الإقليمية والدولية بالغة الخطورة وفي مقدمتها العدوان الصيوني على الفلسطينيين إبراهيم بوغالي وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في المركز الدولي للمؤتمرات غربية العاصمة الجزائرية ندد بالوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال السهل يتزامن اجتماعنا هذا مع تطورات بلغة الخطوة على الصعيدين الإقليمي والدولي تلقي بذلالها وتأثيراتها العميقة على منطقتنا العربية يأتي في صداراتها الوضع في فلسطين وما يتعرضه الشعب الفلسطيني الشقيق من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال السهيوني وهو استمار المشروع لاستعمار الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتخيب المنطقة وجرها نحو مستنقع العنف والفوضى الرئيس والاتحاد البرلماني العربي دعا إلى دراسة كل الآليات والسبل التي تمكن من متابعة الكائن السهيوني على جرائمه بحق شعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة مشددا في هذا الإطار على ضرورة اقتراح مبادرة بناءة وملموسة من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشتركة حيث أن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية سيكون في صلب جد الأعمال مؤتمرنا فإنني أدعو لدارة اقتراح مبادرات بناءة وملموسة من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك خاصة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي ودراسة كل الآليات والسبل التي تمكننا من متابعة الاحتلال السهيوني على جرائمه بغالي دعا إلى إعادة الحضور القوي والفاعل للأمة العربية على الساحة الدولية بما يدعم تحركات الإقليمية من شكلة افتكاك القرار التاريخي بخصوص العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة الآن الأوان لنعيد لأمتنا العربية حضورها القوي والفاعل على الساحة الدولية وقد رأينا ما تم إنجازه على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها التاريخي بخصوص العضوية الكاملة دولة فلسطين حينما تحقق توحيد الكلمة هذا وأكد المشاركون في أشغال دورة الرابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أن رئاسة الجزائر للمؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد تحمل دلالات كبيرة نسيما في ظل الجهود التي تبدلها لنصرة القضية الفلسطينية وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابك على هامش أشغال اللجنة التنفيذية للاتحاد أن الشعوب العربية تعاور على الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر كونه يأتي في أخطر فترة يمر بها العالم العربي في تاريخ الحديث وعبر فايز الشوابك في هذا الإطار عن أمله في أن تكون مخرجة المؤتمر في مستوى طموحات العالم العربي وبما يتناسب مع أداء الجزائر في مختلف المحافل الدولية المؤتمر ينتظر منه بيان ختامي قوي يبين مواقف الدول العربية تجاه ما يجري من القضية الأساسية اللي عقد من أجلها لقضية فلسطين وهذا يعتمد على ما سيقر غدا في البيان الختامي في بنوده كاملة والجزائر طبعا عندما تستضيف هذا اللقاء واضح أنه هذا اللقاء ليس فقط لقاء يعني روتيني كما هي العادة في الاجتماعات المنظمات العربية هذا اجتماع له أهمية استثنائية بحكم استثنائية الوضع اللي بتعيشوا فيه الوطن العربي والتحديات اللي بواجهها الأم العربي خاصة في ظل العدوان الصهيوني الاتحاد البرلمات العربية يعني لقاء الشعوب العربية وبالتالي مهم جدا أيضا المكان اليوم مهم جدا اليوم ونحن نلتقي في الجزائر صراحة دائما نحن لقاء في الجزائر يستند إلى نستند في الجزائر إلى تاريخ كبير من النضال يعني اليوم دائما معنوياتنا تكون مرتفع على من نكون في الجزائر لأن لما نحن اليوم في الجزائر ونتذكر لو لا المقاومة الجزائرية لمكانة الجزائر اليوم في هذا الوضع وما كنا نحن اليوم في الجزائر نلتقي كعرب أعلنت إيطاليا السبت عن استئناف تمويل وكالة غفظ وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروى تابعة للأمم المتحدة. وأفد بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني بأن الأخير أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن روما ستعيد تمويل الوكالة بخمسة ملايين يورو من إجمالي خمسة وثلاثين مليون يورو ستخصص لمساعدة الفلسطينيين. دعا وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا السبت الاحتلال إلى ضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية. وطلب وزراء الدول الصناعية الكبرى وفق ما ورد في مشروع البيان الختمية لاحتلال الصيوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الصيونية والفلسطينية. قائمة في حال تنفيذ الكائن الصيوني تهديده بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامه المصرفي. اخبارنا متواصلة وفي شأن آخر حذرت الحكومة الصحراوية السبت من توسيع النظام المغربي لأساليب خبيثة. قصد شرعانة احتلاله للصحراء الغربية. سفير الجمهورية الصحراوية في الجزائر عبدالقادر طالب عمر أكد في تصريحات على هامش مشاركته في ندوة دولية. نظمها منتدى الحقوقيين الجزائريين بمناسبة ذكر اندلاع الكفاح المسلح في السقية الحمراء ووادي الذهب والمنعكدة في الجزائر. أن نظام المخزن يتحالف مع شبكة الجريمة المنظمة قصد تصفية القضية الصحراوية خارج الخططة الأممية وقرارات الشرعية الدولية. كفاح الشعب الصحراوي يدخل مرحلة أخرى من التجربة القوية في كل مجالات. وخاصة هذا المجال الحقوقي والقانوني التي تعتبر القضية الصحراوية من أقوى القضايا الشرعية وعدالة. وأن النظام المغربي يلجأ للباطل ويلجأ للجريمة المنظمة لإدامة احتلاله للصحراء الغربية. بينما الصحراويون يستعملون الطرق القانونية والشرعية لأن الحق معهم والقانوني معهم والعدالة عموما إلى جانبهم. بينما النظام المغربي يعتمد على الباطل وعلى القهر والقمع. وهذا ما يجب فتحه وإدانته لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحر الغربي. جددت روسيا دعمها لحل متطابق مع الشرعية الدولية لتسوية القضية الصحراوية. بما في ذلك قرارات مجلس سلامن التابعي للأمم المتحدة ذات الصلاة. جاء ذلك في بيانين منفصلين صدر عن وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة. في أعقاب المحدثات التي أجراها في مقر وزارة الخارجية الروسية. الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية أليكساندر إيفانكو. الخارجية الروسية أكدت بالمناسبة أهمية التوصلي وبالسرعة إلى حل عادل ومقبول من قبل طرفي نزاع. على أساس قانوني دولي معترف به عموما. بما في ذلك قرارات مجلس سلامن التابع للأمم المتحدة ذات الصلاة. أجمع المشاركون في الاحتفالية المنظمة في الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لأفريقيا على ضرورة توحيد صوت الشباب الأفريقي في نصرة القضايا العادلة عالميا. في مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحرية. الاحتفالية المنظمة من طرف شبكة الحوار وخصن الجوار الجزائر الأفريقي عرفت مشاركة أكثر من 450 جامعين أفريقيا مقيما في الجزائر ومنظمات من المجتمع المدني. شباب أفريقيا من الجزائر يصدح بصوت واحد في احتفالية الذكرى الواحد والستين لتأسيس الاتحاد الأفريقي الذي تحتفي به القرة السمراء ضمن مقاربة الحوار والوساطة بين الشعوب الأفريقية لضمان السلم والأمن الدوليين. مقاربة نابعة من حقيدة الجزائر الثورية الراسخة على مبادئ الدفاع عن قضايا التحرر وهو أبرز ما نقشه المشاركون الممثلون لأكثر من 470 جمعية من مختلف دول القارة بإشراف المرصد الوطني للمجتمع المدني وشبكة الحوار وخصن الجوار الجزائري الأفريقي خدمة للمصالح المشتركة وإعلاء لصوت الشباب. تعزيز السلم والأمن في إفريقيا من طرف الجزائر كدولة وأيضا كامتداد وبعد شعبي مربوط بالقيم التي حققت استقلال الجزائر وهذا مربوط أيضا برسالة قوية جدا للثورة التحريرية التي تعتبر اليوم بهذه المناسبة نزج بين القيم التي تبنات عليهم حتى منظمة الاتحاد الإفريقي. الالتزام بتعزيز السلام ومجابهة التحديات الكبرى التي تواجه القارة والشبابها من الجريمة المنظمة والعابرة للحدود نهيك عن الإرهاب وقضايا تبيض الأموال والمتاجرة في البشر أهم ما حذر منه المرصد الجزائري داعيا لمجتمع المدني والجمعيات الإفريقية إلى مزيد من التوعية وتكاثف الجهود لمواجهة الخطر الذي يحدق بالقارة في الذكرى الواحدة والستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي في هذه الاحتفالية لدي انطباع ومشاعر إيجابية كان للشرف العظيم أن أشارك مع إخوان الأفارقة بالجزائر هذا اليوم له رمزية بالغة الأهمية من جهة التمسك بهويتنا في القارة تقوية الأصول الإفريقية التي هي مهمة بالطبع لنا من جهة أخرى احتفال الجزائر اليوم بالذكرى الحادية والستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي مع شباب وجمعيات إفريقية فرصة لتعزيز لغة الحوار من أجل السلام وتبادل الأراء ومجهات النظر حول أهم القضايا والأزمات التي تواجهها القارة السمراء دعا مجلس ونواب الليبي مواطني بلاده إلى الكف عن السير في طريق الشقاقي والاختلاف رئيس مجلس نواب الليبي عقيل صالح في وفي كلمة له خلال مراسم تكريمه بوسام التمييز العربي من قبل البرلمان العربي نظير جهوده الفعالة والمتميزة في إدارة البرلمان الليبي حذر من الفرقة واختلاف الكلمة وشددا على ضرورة الوحدة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات على حد تعبيره أعلن رئيس مجلس نواب الليبي عقيل صالح السبت عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس أنواب ومجلس الأعلى للدولة قريبا في مقر جماعة الدول العربية أقيل صالح وردا على سؤال على همشي أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعاقدة بمقر الجماعة العربية في العاصمة القاهرة أعرب عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع في ليبيا في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولا إلى الانتخابات في البلاد داعيا الليبيين الجميعا إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات وتأليف القلوب والسير معا لبناء دولة المؤسسات في ليبيا حسب قبله مثل أخي المستشار عقيلة صالح يتشرف البرلمان العربي اليوم بتكريم قانية وطنية وغومية شامخة هو صاحب المهالي الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح في ملف آخر أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا قرب منطقة أوتشريتينة في دونيتسكا وذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الجيش السيطرة على قرية أرغانجليسكا في الشمال الغربي من أفديفكا الواقعة على مقربة من قرى أخرى سبق لروسيا وأن سيطرت عليها في ماي الجاري وتعد بلدة أوتشريتينة ذات موقع الاستراتيجي في دونيتسكا وشكلت مفترقة طرق لإصال مصعادات للقوات الأوكرانية على جبهات القتال أعلن رئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي سيطرة قوات بلاده على مواقع توغلت فيها القوات الروسية هذا الشهر في الأجزاء الشمالية من منطقة خاركيف تصريحات زيلنسكي التي جاءت بعد اجتماع للمسؤولين العسكريين والإقليميين في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بدت متعارضة مع تعليقات لمسؤولين روس ودخلت القوات الروسية مواقع حدودية في منطقة خاركيف حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على نحو 12 منطقة في حين تحدث زيلنسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون عما سموه نجاحات في إرساء الاستقرار بالمنطقة أعلنت أوكرانيا أنها أوقفت الهجوم الروسي المستمر منذ أسبوعين على خاركيف وبدأت هجوما مضادا في المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد وأفدى عضو هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إيغور بروخورينكو أن القوات الأوكرانية أوقفت التقدم الروسية بعد أسبوعين من القتال وأن الجيش الأوكراني نفذ عمليات هجوم مضاد لكنه وصف وضع قواته في المنطقة بالصعب أعلنت الولايات المتحدة إرسال مساعدات جديدة بـ 275 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خاركيف وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحزمة تضم قدرات ضرورية على نحو عاجل منها ذخيرة لمنظومة راجمات الصواريخ المتعددة هيمارس وطلقات مدفعية وصواريخ ومنظومات مضادة لدروع وذخائر جوية موجحة كشف وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف أن موسكو سترد بالمثل إذا قررت الدول الغربية استخدام أصولها بشكل غير قانوني سيلوانوف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي اعتبر أن خطط مجموعة السبع في استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا غير مشروعة مشيرا إلى أن روسيا قادرة على الرد بطريقة ذاتها ولم تتهون في ذلك على حد تعبيره تحدث وزراء المالية في دول مجموعة السبع المجتمعين السبت في مدينة ستريسا الإيطالية عن تقدم في المباحثات بشأن استخدام أصول روسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا وفدت وكالة فرانس برس نقلا عن مشروع البيان الختمي بأن المزراء حققوا تقدما في مباحثاتهم بشأن الوسائل المحتملة لتوقع عادات استثنائية مصدرها الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي وأنظمتهم القانونية الخاصة في شأن ذي صلى أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع عزمهم على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا وجدد وزراء دول الصناعية الكبرى وفق مسودة البيان الختمي التزامهم بزيادة العقوبات المالية والاقتصادية لتقليص مصادر الدخل لروسيا وقدرتها على خوض الحرب ضد أوكرانيا بما يشمل مواصلة استهداف عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها المستقبلية على الاستخراج على صعيد آخر تعتزم دول مجموعة السبع اتخاذ إجراءات لمواجهة فائد القدرة الانتاجية للصين وتوفير ما سماه البيان الختمي بتكافؤ المنافسة لكل الاقتصادات وتعاهد وزراء مالية تكاتل المجتمعين في إيطاليا السبت بمواصلة مراقبة تبعات السلبية المحتملة لفائد القدرة الانتاجية ودراسة اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ ميدان المنافسة بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية أعلنت الصين انتهاء المناورات العسكرية واسعة النطاق التي أجرتها منذ الخميس الماضي حول جزيرة تايوان لإظهار معارضتها لما تعتبرها بيكين تصرحات انفصالية لما يعرف بالرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي وأكد التلفزيون الرسمي الصيني السبت أن الجيش الصيني أكمل بنجاح مناورات السيف المشترك الفين واربعة وعشرين وحذرت الصين أمس الجمعة من اندلاع حرب حيث فرضت سفن ومقاتلات صينية طوقا حول تايوان في اليوم الثاني من مناورات قالت بيكين إنها تهدف لاختبار قدرتها على الاستلاء على الجزيرة بعد أيام من أداء رئيسها اليمين الدستورية افتكى فيلم أنورا للمخرج الأمريكي شون بيكرا السبت جائزة الصوفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الفيلم يروي قصة فنانة شابة تتعرف على ابن أحد الأثرياء الروس لتبدأ مغامرتهما معا حيث تنتقل من الأحياء الفقيرة إلى البلاد الفاخرة لرجال الأعمال الروس وتفوق الفيلم على 21 فيلما آخر في قائمة مسابقة بما في ذلك أفلام لمخرجين معروفين مثل فرانسيس فورد كوبولا وديفيد كرونبرغ ختم النشرة إلى اللقاء